انتهى اليوم وهي المهلة التي قال قائد الحرس الثوري حسين سلامي إنها ستكون نهاية ما سماها أيام الشغب في إيران سلامي الذي استغل الهجوم الذي استدفى مرقدا دينيا في شيراز لوجه أيضا تحذيره إلى الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية على خلفية التظاهرات التي تشهدها إيران مهددا بالانتقام ممن عدهم أعداء لترويجهم عبر وسائل الأعلام الانتفاضة ضد نظام الحكم في طهران تحذيرات سلامي شديدة للمتظاهرين واتهاماته دولا أخرى بالوقوف خلف التظاهرات تعاكس مدى قلق النظام من تأثير التظاهرات التي لم تشهدها البلاد من قبل وقدرتها على إرباك نظام ولاية الفقيه وإزعاجه واستشعاره قرب سقوطه وفي تحدي واضح لتحذيرات سلامي وتهديداته واصلت طلاب تظاهراتهم المنددة بقمع النظام الإيراني ووحشيته في جامعات طهران وكرمان ومدينة كرمان شاه مرددين هتافات الموت للدكتاتور في إشارة إلى خامني وفي تصعيد خطير بدأت السلطات الإيرانية تلويح بتنفيذ إعدام للمتظاهرين في محاولة منها للتقليل من اتساع نطاق الاحتجاجات ونشر أجواء الترهيب إذ وجهت محكمة إيرانية إلى خمسة موقوفين تهما تصل عقوبتها إلى الإعدام عقب حملة اعتقالات شنها وزير الداخلية أحمد وحيدي ضد من وصفهم بمثير الشغب وتسليمهم للقضاء الذي دعا رئيس سلطته غلام حسيني جاي إلى التعامل بقوة مع التظاهرات الشعبية التي تتسع دائرتها يوما بعد آخر